الخبر الأول اللي عادنا عن ياسو وريدر وتزيلهم هذه المقطع ويبعض اللي كان دعليهم من خلاله انهما حرجعون ويبعض وصوروا صوروا المقاطع ويبعض وياسو اعتدرت من ريدر عكل الفترة اللي فاتت وشي غريب موضوع يا حبايب انه ريدر صار يقول لكم بنيا هي اللي فتنت ما بينهم واللي هي اتوقع كارولين هي السبب الفتنة اللي صارت ما بينهم للأسف يا حبايب اكون كتب لحبه بالكومنتات هاتوا فرحانيين او زعلانيين بهذا الخبر فردت فعل كارولين جاءت عبارة عن منططة بلوك الريدر فالريدر ازده هذل السوري كان واضح انه يمنطط بلوك وكتب عليها اكبر منافقة على وجه الارض اجت خربت وسوت وفوق كل هذا منططني بلوك واني بعمري ما شايف اسمها اصلا ابرايب بعد ان تريدين تشحادين المتابعين تروحين على الناس شحادين مثلك يكفي اللي سوتي يلا دي صراحة اللي سوتي كارولين تعتبر كل شبير انت جاءت خربين علاقة اثنين nuestros انتمامي ننتقل الحالي الاصابة ووصول الحسم بالانستجرام لست ميت المتابعين حقبال المليونattendين يا حبائب نتباغوا أقاني الآن ننتقل حالي الاخبى وشو العنز يقع ubrugh الذي كان ذلك من خلال أنه سيتزل محتوى الانتقاد فلتتقون يا أحباب أنه سيتزل محتوى الانتقاد يكتبوني في الكومنتات وشينتوقاتكم الموضوع ننتقل حاليا نور ستار والتقاه هو يا ديفيد المعرفة أنه هو ديفيد يا حبايب هو يوتيوبر مشهور كل شيء بأمريكا ومش خاصة على تيك توك كل شيء يحبون الناس يتبرع ويقوموا أشياء كوش خيرية حلوة عندها 18 مليون على اليوتيوب هميا فلتقوني أشياء الخرافية ستفعله ببعض ننتقل حاليا لغيث مروان وشين رد على الإصطار بين موفلوكس و نارين لبيوتي بالميعرف يا حبايب كوهاي أشياء عاد تقول أنه غيث مروان هو يحب نارين وكو علاقة بينهم أو أي شيء ولكن يسوي يا حباب أنه وحط لايك على الصورة التي تجمع نارين بيوتي و موفلوكس مثلما شايفين يا حبايب هذا الدليل قدامكم فكتبون يا حبايب بالكومنتات من تحبون أكثر غيث مروان وي نارين بيوتي أو موفلوكس وي نارين وعلى سرطة غيث مروان يا حبايب فهو أعلن عن سفره لتركيا واخرنا حالي يوصل لتركيا فإن شاء الله ألف مبروك والحمد لله على السلام اكتبوني لكم التاج وانتقوني لشياء الخرافية حزوية بتركيا ووصلوا يا حباب نوصلت المقطع فجروا هذا المقطع باللايكات وبس شأنكم في هذه المقاطعات من قطعات القصص أحبكم مع السلامة